صباح الخير معاكم مها علي من كوك فلاكس رأيكم النهاردة بقى نعمل وصفة روعة شيك جدا وقالجنت حاجة كده تشرفكو لو هتعمل عزومة او حتى لو عايزين تكفقوهم في البيت الوصفة دي من الاخر شكلها يبان معقد وهي على العكس من كده سهلة جدا ومش مكلفة نهائي الوصفة دي الكريدت فيها يرجع لست الحبايب ممطي ربنا يبارك فيها وفي امهاتكم جميعا عايز اشوف بقى اللايكات والحركات عشان اوريهم للحجة عالوا مش هطول عليكم نشوف الوصفة الحلوة قوي دي بتتعامل ازاي نقول بسم الله ونبدأ الطريقة انا هحتاج هنا 3 كبايات من الرز وكل كباية غسلتها لوحدها مش بنقعوا استعملت رز مصري لو حابين تستعملوا رز بسمتي لازم يتنقع وحنشوف هنتعامل معهم ازاي اول كباية من الرز هجيب الحلة ويفضل انها تكون غير قابلة للالتصاق حط شوية زيت او لو حابين زبدة او سمنة حسب انتوا بتحبوا الرز ازاي حط المادة الدهنية واول ما تسخن هنزل عليها بكباية الرز وقلبه لحد اما الرز يشد معايا شوية مش هيتحمر ولا لونه يتغير بس مجرد يشد يعني هضيف عليه كوب من الماء الساخن وبملحه حسب الرغبة الرز المصري المعيار بيكون كل كباية من الرز بضيف عليها كباية واحدة من الماء السخنة بنفس الكباية اللي عيرت بيها الرز بالنسبة للقرز البسمتي كل كوب بضيف عليه كوبين من الماء تمام؟ وهقلب كويس الملح عشان يدوب ومايترصبش معايا في القاعة هضيف معايا نص كباية من البزلة وهقلب تقليبة كده صغيرة اغطيه وهدي النار عالاخر واسيبه بقى ياخده يدي بشكله ودي بعد عشر دقايق هفتح عليه وديله تقليبة في النص بعد عشر دقايق مش هيكون لسه استوى لكن لازم يتقلب علشان القاعة ما يتحرقش من نكو او ينشف بعد خمستاشر دقيقة كمان هلاقي الرز استوى وبقى زي الفل كل حبة بحبتها قديله تقليبة اخيرة بقى واسيبه يتهوى بصوا عامل ازاي ما هذا الجمال النوع التاني نفس الخطوات بس هيفرق في حاجات بسيطة بعد ما بسخن المادة الدهنية بحط الرز وقلبه نفس التقليبة يشد بس معاها التلات انواع من الرز دول بيتعاملوا مرة واحدة يعني انتم شغالين في المطبخ بتاعك وعالب وتجاز بتشتغلوا في التلاتة مع بعض كان هنا عشان التصوير فلازم اوريكم كل نوع لوحد ولكن الوصفة دي ما بتاخدش اي وقت خالص يا جماعة حطيت كوباية الماية السخنة على الرز وحملحها بمعلقة من الملح كل واحد طبعا حسب زوقه في الملح قد ايه بضيف عليهم معلقة من الكركم ونص معلقة من السكر والفلفل الاسوي والمقادير هتلاقوها مكتوبة في اخر الفيديو بالعربي وبالانجليزي نقلب بقى الكلام الجامد ده كله مع بعض وحضيف عليهم نص فنجان تقريبا من الزبيب بيغير الطعم بيوديه في حتة تانية يا جماعة الزبيب يعني رائع مع نوع الرز ده وبنمشي معاه بنفس الخطوات اللي عملناها مع نوع الرز الاول ولو انتو اول مرة بتشوفونا اهلا وسهلا ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واتفعلوا الجرس اللي بيرن عشان توصلكم كل وصفاتنا الجامدة اللي جاية شوفو الجمال تالت نوع مختلف شوية انا بحط كوباية الماية السخنة وعليهم المادة الدهنية سواء الزيت او الزبدة وبضيف عليهم معلقة كبيرة من القرفة وعليهم معلقتين من العسل الاسود او الملاس ما تلاقوش يا جماعة كل ده بيزبط الطعم في الاخر عشان محدش يتخض ان انا بحط عسل اسود طعم خرافي وعد وعد ان شاء الله هتلاقوا تستل مطاعم بالزبط وحنحط عليهم الرز وبضيف بقى البهارات بتاعتي انا حطيت في الفلسود وملح وبقلب كويس جدا وهقفل عليه وسيبه ياخده يدي بشكل ودي وفي الاسناء دي حكون انا بعمل اللحمة لما بشتري عرق فلتو بيفضل معايا في اخر العرق قطع صغيرة ما بتمفعش للشوية او للبنية او انها تتعمل في واقبل وحدها فبجمعهم بصراحة وبستخدمهم في الاكلات دي لان الفلتو لحمها بيستوي بسرعة وبتبقى طرية حطيت اللحمة في الطاصة ويسبتها من غير اي حاجة خالص لحد ما تاخد لون حبدأ اضيف عليها بقى كل حاجة بالتدريج وخلي بالكم من الترتيب ده لانه مهم اخدت معايا اللون البني الحلو في الطاصة حضيف بقى عليها ربع كوباية مية ومعلقة من السكر وحضيف كمان فلفل اسود وبنكتر شوية فلفل اسود ورشة من جسط طيب للي حبب بزود عليهم معلقة من الزيت النباتي وعليهم معلقة كبيرة من الزبدة وكل ده احنا شغالين على نار متوسطة لهدية مش نار وطي قوي ولا نار عالي قوي وحغطيها واسبها لحد ما اسمع صوت تيش اللي هو بتاع اللحمة وهي بتشتش كده بزود بقى نص كوباية مية سخنة وقلبها كويس وحاسبها لمدة بقى 10 دقيق او 15 دقيقة انا اللحمة دي اصلا نوعها ما بياخدش سوا لكن انتو لو عاملين قطعية تانية بتاخد وقت شوية فحتسبوها لحد ما تستوي اخر حاجة بضفها في اللحمة هي الملح عشان الملح لو ما بيضف في الاول بيبطق شوية عملية السوا بعد ما استوت حشيل اللحمة انت شيلها كده واسيب الصص اللي في المقلية ده طيب انا اسيب الصص مش حسيبه والله ما حسيبه هحط عليه معلقة كبيرة من الدقيق وحقلبه كويس قوي على فكرة الطبق ده يعتبر طبق مستقل بذاته بغض النظر عن الوصفة بتاعت النهاردة يعني لو اتعمل بقطع لحمة كده كويسة ومحترمة هيبقى طبق لوحده هنزود عليهم نص كوباية من شربة اللحم او زي ما انا عملت كده حطيت نص مكعب مرأة لحم وضفت مياه لاني مش عندي مرأة لحم وحقلبهم بقى الحاد الكلام ده كله ما يتقل معايا كله ده على نار متوسطة ما شاء الله الصوص تقل وبقى حاجة كده تجنن شكلا ورائحة وطعما وكل حاجة بصراحة ركزوا بقى في اللي جاي ده هبدأ قطع اللحمة عندي لقطع صغيرة بحيث انها تبقى قابلة للأكل يعني تدخل في المعلقة بصوا بالحجم ده ما يزيدش عن الحجم ده تقريبا وحاخد شوية من الصوص المتين هحطوهم على قطع اللحمة المتينة اللي عندي وحقلبه بحيث ان انا غطي قطع اللحمة بالصوص مش هعط الصوص كله لا هعط جزء منه نيجي بقى للفقرة الفنية وانتوا عارفيني احب الفن اي قالب متوفر عندكم سواء قالب بايركس او قالب كيك او اي قالب بس يكون شكله شيك يعني على قد ما نقدر هندهنه دهنة خفيفة بالزيت اول طبقة بعملها بحط الرز اللي بالبسلة وطبعا اللي يحب يضيف معهم جزر اثنائي يعني واحنا بنطبخ الرز ما فيش مشكلة بضغط عليه وسويف القالب على قد ما قدر لحد ما بوصل للشكل ده هابدى اضيف النوع التاني من الرز ولو حابين تعملوا نفس الكلام بس في قوالب صغيرة بحيث ان كل واحد يبقى قدامه كمية الرز اللي حيكلها ممكن طبعا وبضغط برضو عليه زي ما عملنا في الرز الابيض وخلي بالنا ان الخطوة دي ما بتتعملش والرز لسه سخن جدا لأ بتتعمل بعد ما يكون برت شوية عشان الرز ما يمسكش في بعضه ويعجل كده بقى تمام معانا ندخل عن نوع التالت وهو الرز اللي بالقرفة هضيف على الرز اللي بالقرفة اللحمة اللي انا قطعتها قطعة صغيرة وهكون سايبة كم قطعة كده على جنب لوحدهم يعني دول ديكوريشن بقى اللي هعملوا في الاخر وهنحط الطبقة التالتة من الرز وبرضو هتأكد انها اضغطت كويس هجيب طبقة تقديم وهقلب فيه القالب اللي عندي بسرعة وبخفة نشوف النتيجة بقى مع بعض نفتح كده ونقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله طحفة فنية رأى يا جماعة والله مش بشكر فيه علشان انا بحبه بس كل اللي دقوا من ايدي او من ايد مامتي رب انا يبارك فيها كله بيحبه وبينبهر بي حتى ريحته من قبل ما يتاكل كده بتبقى تجنن قطعة اللحمة اللي انا سبتها في الاخر ضفتها على الوش وحطيت مكسرات اي مكسرات متوفرة عندكم في البيت ونحط بقى الصاص اللي اتبقى معانا على المكسرات دي من فوق مو الافضل طبعا ان الصاص يتحط تساعة التقزيم اعملوا ان شاء الله حيعجبكم ما تنسوش بقى اللايك للحجة وشير لكل حبايبكم واحتفظوا بالوصفة عشان لازم تعملوها وتجربوها على الأقل في رمضان ده الوصفة هترفع رأسكم ان شاء الله مستنية تعليقاتكم الجميلة وتطبيقاتكم الأجمل وقولولي ايه انواع الرز التانية اللي انتو بتحبوها ونفسكم ان انا اعمل لكم وصفتها في فيديو اشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله